اي عمل في النهاية مفروض يكون له سمرة ويكون يعني بشوف انا عملت ايه في الايام الايام ما تعديش عليا وخلاص نعم فما بنا بشهر رمضان شهر بتوزاد فيه اعمار على اعمارنا نعم لمن يصادف ان شاء الله ليلة القدر صحيح عندنا شهر رمضان اللي عمل فيه مضاعف السواب في كل تفصيلاته حضرتك النهاردة يعني تعمدت ان انت تفتح تقول لي لازم نشوف احنا حصدنا في رمضان كان شكله ايه ونستشرف الايام المستقبلية حتى ازاي من خلال شهر رمضان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله النبي الرسول وعلى آل بيته الاطهار واصحابه الاخيار وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وخلفائه الراشدين اجمعين والتابعين الى يوم الدين وبعد نعم يقف الاخيار ويعي الابرار مع الاحداث الكبار مواطن الاعتبار ومواطن الاعتبار ان فلسفة الشريعة انها تقوم على من الذي استفاده المؤمن من الشعيرة الشعيرة ليست مجرد اداء ولذلك الامام الشاطيبي وغيره الى ان جئنا في العصر الحديث الطاهر بن عشور كتبوا في مقاصد الشريعة الاسلامية فاحنا حينما نقف مع شهر رمضان الكريم من الذي استفاده المؤمن من شهر رمضان الكريم هل استفاد انه مجرد امتنع عن المفترات في فترة زمنية معروفة واكتهد الى حد ما في بعض الطاعات والعبادات ثم لما ينصرف الشهر الكريم يعود الامر كسابق عهده كأن شيئا لم يكن اه بالظبط هنا الخلل اولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادومها وانقل نعم فشهر رمضان بما فيه من الشعائر واعلاها الصيام بنقف عند قضية كبرى من كبريات القضايا الدعوية الاخلاقية التأصيلية والتنظرية في الاسلام الا وهي تحقيق العبودية لله عز وجل لان الملمح في بالنسبة للصائم ما الذي جعله يمسك عن المفترات وهو كان بمفرده ولا يراه احد وده بيذكرنا بحديث اصحاب الغار الثلاثة صحيح فما الذي جعل الاول يبر الوالدين الى مطلع الفجر ويحمل قدح اللبن وما الذي جعل الثاني يحجم عن الزنا بعد ان توفر له وما الذي جعل الثالث يخفي بأجر العامل بعد ان غاب عنه سنوات هنا مقصد العبادات هنلحظ آية في سورة الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين واذا جئنا الى سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص وفي سورة البيينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء من المفترض اذن اننا لو اننا فقهنا بحق وكنا بصدق نتفاعل مع رمضان كمتجر للصالحين الله وميدان للمتسابقين الله ومغتسل للتائبين وكمعسكر ايماني لتجنيد الطاقات وتعبئة الارادات وتقوية العزائم وشحذ الهمم لادراك الامال الكبار لا كنا بعد رمضان رمضانيين من حيث المنهج لان الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي قال الصوم لي وانا اجيبه ونقف عن كلمة لي اذن لو حققنا ان الصلاة لي وانا لله يعني وهلما جرا يبقى هنا هننتقل من باب اداء العبادة الظاهرية الى المراقبة الله ان تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن ترا فانه يرا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعطي هدية فيقول كما جاء في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم وصدق المسدوق يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم طبعا هنا نداء من الله سبحانه وتعالى انك يعني لو بلغت زنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة هنا الصيام لابد ومن المفترض أن يؤصل فينا ماذا يؤصل فينا كما أخلصنا لله في امتناعنا عن المفترات يؤصل فينا الصدق في الصلاة والإخلاص في الزكاة والإخلاص والصدق في الحق وأننا نترك المعاصي بالكلية اتقاءا لوجه الله الكريم ونستحضر قول الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نعم الله وبعدين هناخد بقى ثلاث عبر مع أخي الأستاذ محمد السعيد اشرفني وسعدني وأنا يعني مستمتع الله يصرح الجميع من فضلتك اسمح لي بس يعني